ترأس تأمينة الدولة بالتربية الوطنية وترقية المواطنة افتتاع عمال الورشة المتعلقة باعتماد الوثائق حول السياسة الوطنية للتغذية والصحة المدرسية كان ذلك بدار المرأة الجادية بحردين عبدالشف في إطار العنشطة التي تقوم بها وزارة التربية الوطنية وترقية المواطنة لصالح المآحد والمؤسسات والمدارس التعليمية والتربوية لإعداد البرامج واعتماد الوثائق حول السياسة الوطنية للتغذية والصحة المدرسية فقد جاءت الورشة الفنية لاعتماد الخطة الاستراتيجية التي وضعتها الوزارة حول الرعاية التربوية والصحية هذا فقد تحدثها الرئيس اللجنة التنظيمية محمد طاهيرو عن الهدف من إقامة الورشة التي شارك فيها العديد من عمال الوزارة من رؤساء الأقصام وخبراء التربويين وفنيين لدراسة وإجازة البرنامج التربوي ممثل برنامج الأخذية العالمية مويس بالو ثمن جهود الحكومة الرامية إلى تحسين الإدارة المدرسية وتهيأت ظروف المعلمين من أجل توفير وسائل التعليم وترقية القوادر البشرية أمينة الدولة في التربية الوطنية وترقية المواطنة السيدة بونيو برفالين في خطابها إلى أن هذا البرنامج التي تنظمها الوزارة لصالح التلاميس يرفع من معنويات المختصين في مجال التربية كما يترجم سياسة فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو الرامية إلى تحقيق قدر كبير من الرفاهية للمواطنين بصفة عامة والمعلمين في مجال التعليمي والتربوي بصفة خاصة